سهلة إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلة يا معلمة هذا معلمنا يا مفاهمة سليمان فاهمنا درس التاني part two الجزء التاني دراسات اجتماعية وهنا هنتكلم عن عن النقود أول كلمة بتقابلنا هي كلمة المال النقود العملة يشتري عكس سيل يبيع العملة بتاعتنا العملات المعدنية العملة الوحدة كاين وجامعها كاينز بيل العملة الورقية وجامعها بيلز بيلز يبقى كاينز عملات معدنية بيلز عملات ورقية موني كارينسي باي فاوند كاينز بيلز موني يوسفل مفيد نافع بنسأل بيها عن حكتين كم كمية الماء اللي انت شربتها كم السعر كم تكلف هذه نسأل بيها عن الكمية وعن السعر حاجة مفيدة حاجة نفع لما هنيجي نتكلم عن الفلوس ونقول انها مفيدة يبقى وعرفنا تستخدم في ايه من الاول بعد كده الملابس وقلنا الاي اس مش بتتنطق الملابس الحذاء في الانجلش تعامل معاملة الجمع لان الفردة الواحدة الشو والاتنين مع بعض لكن في العربي بنترجم الفردتين دولا انهم حذاء واحد مفرد البنطلون وده ملوش مفرد في الانجلش ده يعامل معاملة الجمع يعني ده ملوش مفرد لكن الشو بيجي فردة واحدة ليه مفرد فاهمني تمام بعد كده عندي الجاكت جاكت حتى احنا بالعرف بنقول عليه جاكت تي شيرت نفس الفكرة تي شيرت الجيبة زي جير يبقى ممكن تطنشتيه خالص ما تقولهاش بانس بانس جاكت جاكت تي شيرت تي شيرت سكيرت سكيرت في اكثر وفكاب تينكس معناها اشياء تينكس تينكس او الوالد عالمنا او الوالد فود الاكل الطعام فود سويتس او الكانديز الحلوى سويتس ايجيبت مصر والي كافتل الناس بشكل عام اللعبة وجامعها العاب اطفال المنزل ما تقولش تين جس ما تتكش على الجيد نقطعنا اكتر من مرة اخر مرة بقى تقوله ورايا repeat after me money currency buy found coins bills use useful how much clothes clothes shoes pants jacket t-shirt skirt things our world food sweets ايجيبت people toys house how much تعالى ندرس بقى موضوع how much قلنا بنسأل بيها عن الكمية وعن السعر how much money do you have يعني ايه مقدار الفلوس اللي معك خلي بالك احنا بنتعامل مع المني بشكل عام كثروة كمال على انه حاجة مفرد تمام فلزلك بسأل عنه بhow much ما ينفعش اقول هاو ميني ماني ما تجيش كده ابدا خلاص احنا بنتكلم عن المني كمال بما يشمله بقى how much how much money do you have زي ما بتقول how much water how much juice وقيس على كده يعني how much money do you have يعني كم المال الذي تمتالي كوه خلي بالك بنسأل عن الملكية بدو اذا كان الفاعل you i we they او فاعل جمع اسم جمع تمام بنسأل بدو لو بسأل عن هي وشي وقت او فاعل مفرد بسأل بدز معايا يعني ممكن اقول how much money does he have سواء سألت بدو سألت بدز برضو الفعل لازم يجي فين في المصدر هو هيرد علي انا سألتك او انت بترد علي هتقول لي i لان انا سألتك انت i have انا امتلك وبتقول الرقم عدد الفلوس اللي معاك وبعدين نوع العملة انت معاك جنيهات فهتقول 95 pounds والدي مش هتنطقه لانها جاية بين ساكنين او هتقول pound this ما نفعش زي friends اصدقاء pounds زي sounds i have 95 pounds خلي بالك الرقم زي ما قولنا بنقرأه من الشمال اليمين 95 i have 95 pounds وايضا السؤال البادئ بhow much يمكن ان يسأل عن السمن او السعر how much is the t-shirt كم سعر ال t-shirt هنا لما بسأل عن حاجة مفرد بقول how much is طيب لو كانوا تشيرتات كتيرة يبقىقول how much are the t-shirts ونضع s هنا للجمع ونغير is ونخليها r في حالة السؤال عن السعر بنسأل عن حاجة مفرد ب is وفي حالة السؤال عن السعر عن حاجة جمع بنسأل ب r هنا هيرد علي ويقول لي سعره كام it's يعني هو يكون مش احنا سألنا عن is والتيشيرت ده اعوض عنه ب it يبقى بدل ما اقول that shirt لا هقول it وبعدين هرجع is رقم اتنين تبقى it is اختصرناها شلنا الاي وقضعنا افاستروفي اصبحت it's 80 pounds يعني هو ب 80 جنيه او ممكن اقول that's يعني ذلك سيكلفك that's 80 pounds ممكن استعمل ضمير الفاعل او استعمل اسم الاشارة والاتنين شغالين عادي جدا بنفس الطريقة وبياخدوا is عادي جدا زي بعض it's 80 pounds that's 80 pounds how much are the pants طبعا احنا قلنا ان البنطلون بيتعامل معاملة الجمع وما ليش مفرد فهستعمل how much are the pants والترجمها العربي كم سعر البنطل او السروال they are اه لان هنا قلنا ده يعامل معاملة الجمع هشيل pants وعاوض عنه بايه بات ما ينفعش لازم اعوض عنه بذي وذي تاخد ار يبقى pants هشيلها وضع الضمير اللي ييجي مكانها وبعدين هضع ايه ار يبقى خلاص طيب واحد يقول لي ازاي هنا جات مش المفروض اقول لا هو هنا تعود على التكلفة يعني ذلك تكلفته كذا معايا يبقى تكلفة ذلك يعني هذا سيكلف كذا يبقى هنا لا تعود على البنطل هي تعود على التكلفة على الكوست يعني يبقى يعني التكلفة تكون خمسة وتسعين جنيه ممكن تستعمل او تستعمل زي ما هي يبقى انت في حالة تستعمال ضمير الاشارة مع المفرد والجامع ما بتتغيرش ايا كان مفرد او جامع اما لو هتستعمل ضمير الفاعل فتلاحظ ان مع المفرد هتستعمل مع الجامع هتستعمل تمام هنا بيقول لي احنا بنسأل هنا عن حاجتين بيقول لك ده محل الملابس وهنا هي بتسأل عن سكيرت عن سعر الجيبة وبتسأل عن عن سعر الحذاء تعالى نشوف كده الجيبة هنا عاملة اي دي وان تسع وعشرين هو رمز الجنيه المصري اللي هو اللي هو الاسم الفرنسي معايا يبقى ده سعر طب والشوز عامل كان هو هيجمع الاتنين مع بعض ويقول لنا ده التكلفة هتكون كذا تعالى كده هنشوف هقالك جمع الاتنين على بعض معايا ثلاثة وتسعة اتناشة اتنين معنا الواحد واربعة وتنين ستة واحد سبعة يبقى اتنين وسبعين يبقى يبقى ده هيكلف اتنين وسبعين من فضل يبقى هنا بيعلمني ازاي اسأل عن سعر حاكتين مع بعض باستعمال لان هتكلم عن جمع وبعدين اقول اسم اسماء الحاجات اللي انا هسأل عنها واللأدب والاحترام بنستعمل وقبلها التكلفة تكون وبرضو بيرد بأدب واحترام باستعمال كلمة هنا بتسأل عن التيشرت اللي هو اتين باونز انا جاكت واللو هو سعره بيكون اديون انا عايز اتيشرت انا جاكت وكمان جاكت معاه ايضا من فضلك هيجمع الرقمين على بعض هيطلعوا هو عمل ايه جمع سعر الجاكت على التيشرت تمانية واحد تسعة وهنا واحد وتمانية تسعة يبقى قليلا أولي الأسئلة How much are the skirt and the shoes, please? How much are the skirt and shoes, please? That's 72 pounds, please. That's 72 pounds, please. I want a T-shirt and a jacket. I want a T-shirt and a jacket, too, please. That's 99 pounds, please. That's 99 pounds, please. بعد كده هنا بيقول لي activity نشاط How much are the shoes and pants, please? كم سعر الحزاء مع البنطلون من فضلك? أنت هتعمل إيه? هتيجي هنا وتبتدي تجمع. حط الرقم على الرقم وتجمع. مثلا زي ما عملنا من شوية. مثلا هناخد مثلا الشوز مع تبقى تلاتة وتسعة وتناشر زي ما عملنا من شوية هنا هنكتب اتنين واربعة وتنين ستة واحد سبعة هتطلع إيه? يبقى انت هتنزل الصورة دي كده طبعا انت معك الكتاب وتبتدي تجمع بعض. How much are the shoes and pants, please? That's وتحسب التكلفة. تشوف تكلفة الشوز قد إيه? والpants قد إيه? واجمعهم على بعض. How much are the skirt and a T-shirt, please? تعال نشوف كده. T-shirt. T-shirt. يبقى ده تكلفة إيه? skirt and T-shirt. How much are the pants and skirt, please? برضو نفس الفكرة. How much are the jacket and T-shirt? How much are the shoes and skirt? كل حاكتين بتجيب أركامهم وتجمعهم على بعض. بعد كده هيديني فكرة عن المني. We use money to buy things. إحنا بنستخدم المال لشراء الأشياء. Money is very useful in our wallet. الفلوس مفيدة في العالم بتاعنا. In Egypt, in Egypt, in Egypt, people use money to buy things. الناس بتستخدم الفلوس لشراء الأشياء. The need التي تحتاجها. Like food, مثل الطعام. Clothes, الملابس and houses. والمنازل. We cannot use it to buy things we want. كذلك نستطيع شراء الأشياء التي نحتاجها. يعني نريدها. يعني في الأول قال لك الحاجات الأساسية لحياتنا. اللي هي طبعاً بتكون المأكل والملبس. حاجات اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها. يبقى need للحاجات الأساسية. اللي هو ايه? food, clothes, الملابس, houses, السكن. حد شقدر يستغنى عن الثلاث حاجات دول اللي لازم ما كانت تباد فيه. ملابس تدفيك. واكل علشان تعيش. طيب قال لك احنا مش بس بنستخدمها في الحاجات الأساسية. لا ده احنا ممكن نستخدمها في الكماليات. معايا. want معناها يريد. لشيء غير هام جداً يعني. we can also use it to buy things we want. like sweets. زي الحلويات. أنا لو ما كانتش حلويات هاجروا لي حاجة. لا عادي يعني استغنى عنها. and toys. الألعاب. هل أنا ما لعبتش مسلا واشتريت لعبة. ممكن يحصل لحاجة لا. ممكن استغنى عنها. يبقى دي كانت الفود والكلود والهاوزز حاجات أساسية. أما sweets and toys كماليات يعني. in Egypt في مصر the pound is our money. الجنيه هو العملة بتاعتنا or currency. يبقى فلوسنا في مصر نتعامل بالpound اللي هي currency العملة. we use money to buy things. money is very useful in our world. يتعلم زي تتكلمه هو عن المال. in Egypt. والحقيقة ان الفاقرة اللي جاية دي السطرين اللي تحت بعض دولة تطبق على اي حتة. مش لمش شرط مصري يعني. يعني لو قلت مسلا in France في فرنسا. تمام؟ ما هو نفس الفكرة ان احنا بنستخدم المال في اي حد في الدنيا بيستخدم المال في حاجتين. حاجات الأساسية والحاجات الكماليات. in Egypt people use money to buy things they need. like food, clothes, and houses. we can also use it to buy things we want. like sweets and toys. in Egypt the pound is our money or currency. بعد كده هنا بيقولك things we need and want. الحاجات اللي احنا بنحتاجها والحاجات اللي احنا عايزينها. we need. بنحتاج ايه في حياتنا اساسيات ما نقدرش نستغنى عنها. food زي ما قلتلك. clothes, houses. طيب الحاجات اللي ممكن نستغنى عنها بس ممكن يعني نجيبها اولاقة. ده التدريبات اللي احنا لها مع بعض المرة الجاية. بعد كده ندخل على الدرس اللي بعده. هنا الدرس التالت بيتكلم عن صوت والحقيقة اللي اتنين بيدوني نفس الصوت. صوت ال او او او. بفتح بق اي وبعدين بضم بق اي تاني. مرتين ورا بعض في نفس الصوت او. يبقى هوا بيتنطق على مرتين بحرف ال او. حرف ال اي كلنا عارفين ان هوا بيتنطق زي الكسرة. لما قول انك. معايا? طيب يبقى عندي او وبعدها كسرة. تبقى اوي اوي اوي. نفس الفكرة مع حرف ال واي. حرف ال واي في كلمات كتيرة جدا. بيتنطق اي. خاصة لما يكون مسبوك بمتحرك مثلا. فهنا هقول اوي وهنا هقول اوي يبقى الاتنين نفس الصوت. هنلاحظ ان غالبا غالبا هتكون في اخر الكلمة. لكن الاو اي بتبقى في اول او في نص الكلمة. يبقى الاو اي غالبا هتكون في اول او نص الكلمة. الاو واي غالبا هتكون في نهاية الكلمة. زي كده. صوت السي هنا بيتنطق كا فيقول كا. وبعدين الاي تبقى كاي. وصوت الان تبقى كاين. عملة معدنية. فصص الكلمة هتلاقيه سهلة جدا في النطر. اي وبعدين حرف ال ال تبقى ايل. الزيت حرف الاس بعدين اي ساي وبعدين صوت الال تبقى صايل ت اي تبقى باي تبقى باي تاي وندفلها اس كاين ايل سايل لو في كلمة خلفت منك يبقى انت بتنطقها غلط لازم كلهم يطلعوا بنفس الصوت مفيش اي اختلاف كاين العملة المعبنية الزيت التربة معناها بيشاور على حاجة يشير الى الولد الالعاب كاين ايل سايل دروس الصوتيات ما تهملهاش لانك لو اهملتها هتضطر بعد كده تروح تاخد كورسات وكده فانت تتعلمهم هنا افضل لو كان ساي point at the oil point at the oil مفروض اكسر هنا علشان بعدها متحرك point at the oil يعني شاور على الزيت point at the oil يعني بيجاب لك جملة فيها صوتينهم صوت O I مكرر مرتين في point to oil the boy has a toy الولد معه لعبة ادي boy with toy فيها O O Y the boy has a toy is there a coin in the soil هل في عملة في التربة is there هل توجد a coin in the soil يلا مع بعض point at the oil point at the oil the boy has a toy the boy has a toy is there a coin in the soil is there a coin in the soil كده الدرس التالت انتهى منحل تدريباته المرة الجاية تحياتي ليك يا سر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جدا على المشاهدة ما تنساش لايك للفيديو شير على مواقع التواصل الكلامي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس تحياتي ليكم ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة